دعونا نتعرف على جهاز الانر تين لايت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم فيصل السيف مقامة انر بالإعلان وإطلاق عن جهاز الانر تين لايت في أواخر عام 2018 ونوفمبر بالتحديد الهاتف يجب تصميم لمع مع إطار مصنوع من الألمنيوم وفي الجهة الأمامية يجب قذلة تشبه الدمعة الهاتف يأتي بشاشة IPS بحجم 6.21 ووضوح يصل الى 1080x2340 يأتي طبعاً بنوتش الدمعة الذي ذكرته الشاشة بكثافتها حق الPPI 415 وتمثل حوالي 83.1% من الواجهة الكاميرا الخلفية الثنائية الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 1.8 الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرات تأتي بفلاش LED وتدعم HDR وتدعم التصوير باستخدام الذكاء الصناعي تصور بدقة 1080 إلى 60 إطار في الثانية والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل والعدسة حقتها 2.0 وتصور بدقة 1080 بروغرسيف و30 إطار في الثانية الهاتف يأتي بمعالج الكيرن 710 مع معالج 8 أنوية ودقة تصنيع 12 نانو ميتر أما المعالج الرسومي هو المالي G51 الذاكرة العشوائية للنسخة التي وصلت هنا هي 3 جيجا بايت ولكن هناك نسخة ثانية تأتي الذاكرة العشوائية حقتها 4 جيجا بايت أو حتى 6 جيجا بايت بالإضافة إلى دعم المايكرو اس دي والحجم المدعوم يصل إلى 512 جيجا بايت أما من ناحية المساحة التخزينية ستكون 64 جيجا بايت السماعات تأتي تحت الهاتف تعتبر صوتها عادي مع تجربة تطبيقات مثل اليوتيوب وغيرها الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ومايكرو فول الهاتف يعتبر جيد بعد التجربة خاصة في تسجيل بعض الصوتيات من خلاله الهاتف يحتوي على منفذ المايكرو اس بي وبطاريته هي 3400 مليار لا ننسى ان البصمة الأصابع خلف الهاتف بالوسط وسرعة الاستجابة ممتازة كون انه ما شاء الله وانر قاعدة كل ما لا تنزل هذه البصمة وتتطور من جيل إلى جيل بالإضافة إلى محتوى الصندوق يأتي معك شاحن المايكرو اس بي ومقمس الكهرباء الذي يشعق الكهرباء ويتوفر مع غلاف شفاف لحماية الهاتف وطبعاً إبرة الشريحة الهاتف يأتي بنظام الاندرويد 9 ويواجهة الاموشن التاسعة أيضاً سعر الهاتف حوالي 740 ريال المتوفر فيه جرير ونون وغيرها من المتاجر سعة الـ 64 جيجا بايت هي السعر الذي نتكلم عليه النسخ الثاني يمكن اسعارها تختلف مع زيادة الذاكرة إيجابيات فسعر الهاتف مع دقة الشاشة تعتبر جيدة جداً وزن الهاتف خفيف مع الشاشة الكبيرة وسرعة الاستجابة بصمة جداً ممتازة من ناحية السلبيات فالسماعات ليست بذلك الشيء الكبير وإذا أخذت هذا الهاتف لم يكن تركيزك السماعة عليه والهاتف في معالجة الإضاءة جداً عادية عندما نتكلم على الكاميرا طبعاً هذا الهاتف يعتبر من فئة اقتصادية وجدًا جيدًا أنه أونر لا زالت تنزل شريحة مختلفة ومتنوعة من الجوالات مختلف الاختيارات نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وعتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر جديدة الجمحة